يسوع هو العطية هو الموضوع يلي عليه منشكر يسوع المولود من مريم يسوع المعلق على الصريب يسوع القائم من الموت يسوع الجالس عن يمين الآب هو هو يسوع الخاضر في الإفخارستية يسوع اللي نعرف بالتاريخ ابن مريم النجار اللي بشر بالناصرة ثم في قرى شريم ثم صرب فمات فقام فصعد إلى السماء فجلس عن يمين الآب فأرسل الروح القدس هو هو يلي كل يوم عبر الخبز والخمر وبالخبز والخمر هو خاضر بين البشر وهو خاضر مثل ما راح نشوف بفعل الشكر بالذات بس هيدا راح منشوفه بعدين فإذا يسوع الإفخارستي هو يسوع بشخصه بتاريخه بدوره في التدبير الخلاصي كله سوا يعطى للإنسان من هون أهمية أنه نجي نفكر بهيدا اليسوع الإفخارستي منوش تشيي ليسوع يعني مش يسوع قداش طوله قداش عرضه قداش وزنه وشو فئة دمه مش هيك هو أبعد من هيك بكتير هو حقيقة يسوع التاريخي والممجد الآتي من عند الآب الذي عاش وهو مع البشر والعائد والذي يعيش مع الآب أنت مش عب تتواصل فقط من خلال الإفخارستية مع يسوع اللي عيش هالثلاثين أو تلاثة أو تلاثين سنة ببيئة جغرافية معينة إيه عم بتتواصل مع هاليسوع بس مش فقط أنت عم بتتواصل مع يسوع اللي دخل بتاريخ الكون بس دخل الكون بحيات الملكوت هيدا هو يسوع هيدا هو يسوع اللي عم تتواصل معه عبر سر الإفخارستية يالي يالي إن الله راد رح نتعمق بمفهومه بعد أكتر بلقاءنا يوم غد و الله معكم